المجدد الكبير رحمة الله عليه صاحب قضية التنباك واحد من المقربين الى يقول انه في اخريات ايام حياته جاء الماء في عينه في احدى عينيه فراجع الاطباء والاطباء نصحوه باجراء عملية جراحية في عينه يقول في هذه القضية كان وانا سافرت الى الحج رحت الى الحج وبعدين اجيت وشفت المجدد رحمة الله عليه المرزى الكبير فسألت شلون اخوالك قال الحمد لله قالت شلون وضع عينك قال الحمد لله هو يقول الحمد لله ولكن اشعر انه هناك شيء في القضية طبعا واحد يقول الحمد لله في كل حالة في حالة الشدة يقول الحمد لله وفي حالة الرخاء يقول الحمد لله يقول انه شفت انه يخفي شيئا فقلت له سيدنا شنو الموضوع شنو القضية فحاول ان ما يجيب اصرية عليه قال اما وانت قد اصررت حول الموضوع انا اقول لك القضية ولكن بشرط ان لا تحدث بهذه القضية احدا ما دام هذا الطبيب حيا بالطبيب اللي اجرى له العملية فتعهدت له بذلك قال في الواقع هذا الطبيب عندما سوالي العملية في عيني اخطأ في عمله الطبيب قد يخطأ هو اعمى عيني بالعملية بدل ما ياخذ الماء اعمى احدى العينين وانا ما اشوف بهذه العين ولكن تسترت على هذا الطبيب لان لا يهان من الناحية الاجتماعية لان لا تسلب ثقة الناس به وانا قلت لك هذه الكلمة لاني اثق بانك لا تنقل هذا الشيء الى احد يعني حتى هذا الطبيب الذي يخطأ مثل هذا الخطأ المجدد رحمة الله عليه كانت دقيقا في كلماته الى هذا الحال اما انه واحد ينقل كل شيء ولا يتحرج من اي شيء وبدون ظوابط شرعية الكلمة تحتاج الى ظوابط شرعية واحد من يتمكن يتكلم كلمة بدون ظوابط شرعية بالذات اذا تتعلق بمؤمن من المؤمنين يجب ان يكون دقيقا يجب ان يكون يعلم ان وراء هذه الكلمة حسابا وكتابا وعقابا والعياذ بالله اشتركوا في القناة